العالم بيتغير بيتغير بأبعد حتى مما تصوره أصحاب نظريات التغيير ويمكن في أحوال كثيرة بيتغير على عكس التوقعات أصلا المفكر الألماني كارل ماركس وشريك الفكري فريدريك إنجلز لما توقعوا في القرن الثامن عشر أن الشيوعية ستحكم أوروبا ده حصل فعلا أو على الأقل جزئيا وحكمت الشيوعية نصف العالم لكنها وعلى عكس المتوقع انهارت مع سقوط الاتحاد السوفيتي في أواخر القرن العشرين فرانسيس فوكوياما لما شايف أن انتصار الليبرالية الاقتصادية والديمقراطية السياسية هي نهاية التاريخ أو ما انتهاش التاريخ لسه مستمر لا ينتهي تنتهي أفكار ونظريات ويختفي أشخاص وتسقط إمبراطوريات ودول ولكن التاريخ حالة ديناميكية متجددة لا تنتهي وفي اللحظة اللي بتكلم فيها دي فيه تاريخ جديد بيتكتب العالم يتغير الآن لا يوجد ظرف مناسب لنمو الخطاب الشعبوي والنزاعات الشمولية أفضل من زمن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشعوب بتقبل على هذا النوع من الخطاب في وقت الأزمة لأنه بيبدو وقتها حل بديل حل مثالي الشعوب المأزومة بتلجأ للطيرات القومية والانحيازات العرقية والدينية أحيانا على أساس أن ده شكل من أشكال الانغلاق على الذات ده سلوك دفاعي للمجتمعات البشرية لما تخاف بتنغلق على هويتك والطيرات القومية اليمينية بتقدر تجمع الشعوب حواليها في لحظات الإخفاق العام إيطاليا في عشرينيات القرن العشرين بقت دولة المنشأ للفاشية العالمية نظرا لخروجها من الحرب العالمية الأولى بمظالم سياسية واقتصادية هائلة رغم أنها كانت واحدة من الدول المنتصرة في الحرب وهذه الأجواء سمحت بنمو الطير اليميني القومي فيها بسرعة إلى أن حكمها بنيتومسوليني ونفس الشيء حصل في ألمانيا اللي خرجت من الحرب العالمية الأولى مهزومة وعليها عقوبات ضخمة فرضتها معادة صلح فرساي وفيها ظروف اقتصادية متردية فتحولت لبيئة خصبة لصعود الخطاب اليميني القومي اللي حمل أدلت هيتلر إلى الحكم وهيتلر ومسوليني تحالفوا مع الفاشية اليابانية اللي برضو صعدت في ظروف مشابهة والثلاثة ولعوا في الكوكب فيما عرف تاريخيا باسم الحرب العالمية التانية أوروبا بتشهد في الوقت الحالي تصاعد للطائرات اليمينية القومية فيما يشبه الزحف الذي يمثل تهديدا مباشرا لشكل الأنظمة الاقتصادية والسياسية في القرى العجوز وفي نفس الوقت بيثير ذكريات الفاشية اليمينية اللي أشعلت الحرب العالمية التانية نظرا لأن هذه الأحزاب اليمينية عندها رؤى وتصورات استراتيجية منغلقة وقومية راديكالية وعرقية قد تغير إلى حد كبير من توازن المصابح اللي عرف العالم أو على الأقل عرفته أوروبا خلال العقود اللي فاتت صحيح أن الحرب الدائرة الموجودة حاليا الحرب القائمة دلوقتي ميدانها هو الأراضي الأوكرانية ولكن تبعات هذه الحرب يشعر بها كل مواطن أوروبي وأنا هنا مش بتكلم بس عن التبعات الاقتصادية وأسعار الطاقة وموجة التضخم والغلاء أنا بتكلم كمان عن التداعيات السياسية والاجتماعية علشان كده هناك حالة اندفاع نحو أقصى اليمين لدرجة ممكن توحي لنا بأننا على أبواب مرحلة يعاد فيها تشكيل هوية أوروبا علشان كده صعود أحزاب أقصى اليمين في إيطاليا وهولندا وفنلندا والمجر والسويد وغيرهم وغيرهم بيشكل رعب حقيقي للأنظمة التقليدية القديمة وللنظام الأوروبي بشكل عام منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي في عام 1949 وبعده الاتحاد الأوروبي في عام 1991 وهذه الكينات اللي خلت أوروبا تشبه مدينة واحدة لأن ده بيتعارض مع مبادئ أقصر يمين اللي بيتفخر بالقومية والعرقية ويناقض فكرة التوحد الأوروبي طبعا أسباب اللي حصل ده كتير جدا أهمها إخفاق الحكومات في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والبطالة وقضية اللاجئين اللي هي الهم الأكبر للقوميين ودي بقت أزمات مركبة من بداية الكوفيد مرورا بالحرب الروسية والأوكرانية واعتقاد الناخبين أن حكومتهم ساعدت أوكرانيا على حساب الاقتصادات المحلية والمستوى المعيشي أوروبا دلوقتي فيها 22 مليون عاطل عن العمل فيه تراجع في النمو بشكل غير مسبوق المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو بتشير إلى الانكماش بنسبة كبيرة في الربع الثالث من عام 2023 وتراجع حد في الربع الرابع والحكومات الأوروبية لقيت صعوبة بالغة في كبح جماح التضخم نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمي بسبب طبعا العقوبات الأوروبية والأمريكية اللي فردت على روسيا اللي هي واحد من منابع الغذاء في القارة الأوروبية وقطع روسيا لإمدادات الغاز عن بعض الدول الأوروبية كل ده أدى في النهاية إلى زيادة الأسعار بشكل كبير على المواطن الأوروبي وكل هذه المشاكل الاقتصادية كانت مادة خصبة ومناسبة جدا للدعاية الإعلامية لخطاب أقصر يمين كمان السياسة الأوروبية الخارجية لم تعد تتوافق مع مزاج الناخب الأوروبي بقى بيميل إلى شعارات الأحزاب اليمينية القومية اللي بتنادي دايما بفكرة المواطن أولا والوطن أولا وبتقول أنا إيه الفايدة اللي استفدتها لما دخلت في عداء مع روسيا ودعمت أوكرانيا بالمال والسلاح لا أوكرانيا فازت في الحرب ولن تحفظت على المقدرات الاقتصادية للمواطن الأوروبي يعني فشل في الحالتين علشان كده لم يكن غريبا أنه يطلع وزير خارجية المجر ودي دولة بيحكمها دلوقتي اليمين يطلع يقول أنه المجر ترفض سياسة العقوبات على واردات النفط الروسية وإن واردات النفط الروسية بتشكل 65% من احتياجات المجر وما تقدرش تستغنى عنها وبالتالي اليمين القومي يهمه في المقام الأول المصطحة الوطنية ولا تهمه الحرب ولا تفرق مع نتائجها طيب إحنا تكلمنا عن الاقتصاد والبطالة والسياسة الخارجية كبعض من أسباب صعود اليمين القومي باقي السبب الرئيسي أو السبب الأهم في صعود أقصى اليمين وهو قضية اللاجئين أو الوافدين على أوروبا دلوقتي ألمانيا هي الدولة الثانية عالميا المفضلة للمهاجرين بعد الولايات المتحدة ألمانيا فيها أكتر من 12% من عدد سكانها من المهاجرين النمسا 16% السويد 15% فرنسا وبريطانيا حوالي 12% الأعداد الكبيرة دي بخلاف أنها بتضغط على كل المرافق والخدمات في أوروبا ولكن أحزاب اليمين القومي بتجد أنها سبب أساسي في تآكل التماسك الاجتماعي وتقويد الهويات الوطنية لأن أقصى اليمين هو أصلا ضد التعددية الثقافية وضد التعددية العرقية والقومية وبالتالي بيشوف أن الهجرة خطر رئيسي خطر واضح على فرص العمل وسطو على مكتسبات الأوروبيين الأصليين في الخدمات الاجتماعية والسكنية والصحية وخلافه والأخطر بالنسبة لهم أنه بيهدد هوية المجتمع الأوروبي وثقافته هذه النقاط برع اليمين القومي الأوروبي في صياغتها في خطاب تعبوي معادي في الانتخابات الحقيقة أن فرنسا كانت هتبقى هي المرحلة الفارقة في صعود أقصى اليمين للسلطة في الانتخابات التشريعية كان التجمع الوطني اللي بيمثل أقصى اليمين بقيادة مارين لوبا وجوردون برديلة حاصل على المركز الأول في نسبة التصويت وكل التوقعات واستطلاعات الرأي كانت تشير إلى أنه في المرحلة الثانية من الانتخابات هيكتسح المعسكر الرئاسي أو حزب إمانويل مكرام ولكن جاءت النتيجة على عكس كل التوقعات والكل تفاجئ بإعلان النتائج النهائية للمرحلة الثانية وحصول الجبهة الشعبية الجديدة اللي بتمثل تحالف اليسار على المركز الأول بـ 182 مقعد وبعد هو المعسكر الرئاسي اللي حصل على 168 مقعد في حين التجمع الوطني جاء في المركز الثالث بـ 143 مقعد فقط اللي حصل في الانتخابات التشريعية الفرنسية أمر غريب جدا التصويت اتغير من أقصى اليمين حسب المتوقع إلى اليسار يعني كل اليمين القومي كان أقرب ما يكون إلى السلطة بعد ما حقق أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة ولكن الحال انقلب والميزان انقلب رأسا على عاقب في جولة الإعادة والفترة اللي ما بين الجولتين كانت أسبوع واحد مش طبيعي يعني ومش معقولة أن الدماغ الناس تتغير في الأسبوع ده كانت هناك حالة من الهلع في فرنسا وكانت القوى السياسية أكثر شعورا بالخطر طبعا نتيجة لصعود اليمين القومي لذلك كانت أسرع إلى الاستجابة وتغلبت أحزاب الوسط واليسار وغيرها على انقسامتها وأبرمت عدة اتفاقات سريعة لتحول دون استمرار تفوق اليمين القوم أبرز مظاهر هذه الاتفاقات هو انسحاب أكثر من 200 مرشح من معسكراء اليسار والرئيس مكراه من الدوائر اللي كانت هتشهد منافسة بين 3 مرشحين ليه؟ علشان يعززوا حضود زملائهم في التغلب على مرشحي التجمع الوطن يعني الجانبين الآخرين المناهضين لليمين القومي اتفقوا مع بعضه وفضوا الدوائر علشان ما تبقاش بينهم منافسة تكسر الأصوات لصالح اليمين القوم الهدف ده من الهدف من الانسحابات كان تشكيل ما أطلق عليه اسم جبهة جمهورية لمواجهة تحالف أحزاب اليمين القومي وعدم تمكين رئيسه جوردون بردلا اللي بالمناسبة من موليد 95 يعني عنده 28 سنة بس من أنه يصبح أول رئيس من اليمين القومي يتولى رئاسة الحكومة منذ الحرب العالمية التانية وهو ما حدث بالفعل في الجولة التانية للانتخابات قدروا فعلا يتغلبوا على اليمين القومي ولكن حتى وإن كان أقصى اليمين قد تراجع في المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا لكنه في هذا التوقيت أصبح أقرب من أي وقت مضى للوصول للسلطة علشان كده في أول تعليق ليها على نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا اعتبرت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان أنه فوز حزبها مسألة وقت لا أكثر وأنا متفق معها في وجهة النظر دي وشايف فعلا أنه صعود اليمين القومي ليس في فرنسا وحدها وإنما في أوروبا كلها مسألة وقت الانتخابات الأخيرة مجرد تأجيل لا أكثر وترى ما بقى جينا للكلام عن مفاجآت الانتخابات مش هنقدر نتجاهل نتائج الانتخابات البريطانية وفوز حزب العمال اللي بينتمي إلى يسار الوسط بأغلبية صحقة في البرلمان المؤلف من 650 مقعد في الوقت اللي عانى فيه حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك من أسوأ أداء في التاريخ الطويل للحزب منذ أن عقبه الناخبون نتيجة لأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الخدمات العامة والسياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ البريكزيت مرورا بأزمتين كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وفي إيران فاز الطبيب الإصلاحي مسعود بازشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتفوق على منافس المحافظ سعيد جليل وكان أول تصريح للطبيب الإصلاحي أنه سيمد يد الصداقة للجميع في إشارة وضحة إلى الانفتاح على العالم فيما يقص السياسات الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بقى تنتظر السيد الجديد للبيت الأبيض في نوفمبر المقبل وبالتأكيد ترامب بقى هو الأقرب للفوز بالرئاسة بعد حدثة إطلاق النار عليه أثناء وجوده في مجمع انتخابي في بنسلفانيا صورته الشهيرة واللي أصبحت صورة أيقونية لحملته الانتخابية وهو مصاب ويرفع قبضته بالتحدي بعد محاولة الاغتيال هذا الحادث هذا الموقف هذه الصورة سيغيره إلى حد كبير من وجهة نظر الجمهور عن دوافع ترامب السياسية وسيتم النظر إليه كشخص لا يقاتل فقط في معركة سياسية لدوافع شخصية أو طمعا في مكتسبات المنصب بل أنه رجل صاحب قضية يواجه من أجلها تهديدات لحياته وشخصية وبالتالي كيف سيكون شكل العالم الجديد إذا كان أقصى اليمين في صعود دائم في أوروبا والإصلاحيين في إيران وحزب العمال في بريطانيا وترامب في البيت الأبيض ده اللي هنعرفه بعد الفاصل